الولايات المتحدة تتبع عورات روسيا العسكرية لتكشف عيوبها أمام الجيش الأوكراني البنتاجون يخترق بعمق أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية وفق ما جاء في الوثائق المسربة خطوة جعلت واشنطن قادرة على تحذير أوكرانيا بشأن الضربات المخططة لها وتقديم تقييم لقوة آلة الحرب الروسية ومنحتها فهما واسعا للتخطيط الروسي وإمكانية تحذير حلفائها بشأن عمليات موسكو في المستقبل الوثائق المسربة ترسم صورة للجيش الروسي المتهوي الذي يكافح في حرب أوكرانيا بيانات أتحت لواشنطن نقل المعلومات الحسسة لكييف من أجل الدفاع عن نفسها من خلال تحديد توقيت الضربات وأهدافها بدقة في حالة يرثالها هكذا قيم الأمريكيون الجيش الأوكراني وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الوثائق تفصل نقص الذخائر المخصصة للدفاعات الجوية لدى الجيش الأوكراني كما تناقش المكاسب التي تحققها القوة الروسية حول مدينة باخموت الشرقية القادة السياسيون والعسكريون في أوكرانيا لم يكونوا بمعزل عن أعين التجسس الأمريكي وفق الوثائق المسربة أيضا تحليلات قالت إن هذه الوثائق بإمكانها إلحاق ضرر حقيقي بالمجهود الحربي الأوكراني إن استطاعت موسكو قطع مصادر المعلومات البيانات أظهرت أيضا أن فاغنر تعمل بنشاط لتهديد المصالح الأمريكية وإحباط مشارعها في أفريقيا ومناطق أخرى إحدى هذه الوثائق كشفت أن مسؤولين من فاغنر التقوا سرا بجهات تركية في فبراير وبحثوا تهريب أسلحة ومعدات لاستعمالها في أوكرانيا وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تاينز خبراء قالوا إن الوثائق تبدو صحيحة لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي لا سيما من خلال التقليل من حجم الخسائر الروسية بلالة البجديني الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة